كنا منقول ان الفراء ده مستحيل وكل دم على الخدين كانت بتسيل مليانة بأمل ان احنا نبقى موجودين في بحر الحور على الشطين خرناك شوي سامحنا كيف تصحن شو ده بيخليه وين الولاد؟ بالبات جوا تفضل يلا السلام عليكم كيف عاي؟ شو اخبارك؟ شو شماك انت؟ عزيز عزيز؟ انو شاطر؟ قوى شاطر ولا شو؟ شاطر اكيد؟ اكيد جواب نهائي؟ واحد زائد واحد؟ ني قولك دخيل هلعينتين هو الشي نحنا منعتزر على التاخير بس ان شاء الله منقدر هيك نغطي يعني عدد كبير من المتضررين الله يحفظكم يا رب يحميكم وجدكم عنا كل الخير نحنا كنساكنين بالرميلة فقنا بالليل على صوت هذه قوية قدت أنا وعائلتي في غرفة النوم وفي غرفة نوم مقابلنا موجودة فيها أمي وأولادتني ركدنا باتجاهي لما قد لأمي يقومي فورا في هزي غوية مسكتوا لابني عزيز وحلنده عائلتي متفيقوا ليزعن هاي يا زن ابني كان نايم فأيج باتجاه الباب صارت الهزي صارت قوطة منطمنة طبيعية هاي الهزي الأولى ايه هاي كانت ضمن الهزي الأولى يعني وصلنا عند الباب صار فيه ايجت امي على الحرق عدم التوازن اني نصنبت لك انه نحنا بقاري الهزي قوي وقعت على الأرض ايجت زوجة تشيلا وقعت جمنها ابني صار عند الباب مسكتوا بيدو واللي ما اسمع صوت اغزيز قوي ما يتكسر وصوت طحن حجار طلعت بالبناية المقابلنا شفت هي ما ترتفع ومرة ترتفع طلعت البنايتنا كانت متنزول ايه شددوا لابني لعندي وحبطت ضد دنيا كل ياتا متل كأنه كتاب متسكرو حبطت من فوقه من تحت ما شعرنا بحالنا غير بطحت اه شي ما اوقع بنعرف شو نحن شو صاير علم قوي اه كان الردم على رغبتي وعا صدري ولادي كانوا جن مني اول شي ولادي صار هذا صار يحكو طمنت اول ثانية ثانية خفت كتير ما بقى بنعرف شو مصر مجهول شي مرعب بنعرف شو صاير معنا انا عف اذا بنانضلت عايشين ولا بننموت ابني الصغير من غلي بابا انقذني قطل الله بي افين انقذعك قطل الله بي افين انقذعك غلي بابا شو اكتلي كلمة اخيرة قطل الله بي ابدنا العلم مدن تنقذنا بدت بجي العلم مدن تنقذنا لا تخاف صارت صارت صنا موضوع الاكسجين صار يخف ما يقل لي بابا انا بلاش تخطنيخ ما يقولي بي ابي طول با لكن ان شاء الله العلم بدت يجي تنقذنا ضلنا بي هالحال دقلي مشي ساعة ونص الاهالي والجيران قاموا بعمل بطولي يعني صارت تشتغل بدياتها صارت طلعت لفوق نحن وقت اللي حاولت قدر الامكان اني ما خليهن لهالولاد انه يبكوا مشان مايروح صوتي خفنا انه بلاحظة بقى نقدر نحن يطلع صوتنا بوقت اللقاء اربع العينة صلا نعيد سمعونا صار يحفروا تحتى قدروا يشالونا نحن كيادنا طلعت طلعوني انا طلعوا لابني يازن الكبير والصغير كان صيام بين الحجر والحديد وكان وقل ردم ع ايده وشو اسمه عجره طلعوني قتلين داخلكن اولادي قالوا اولادك راح ناخدلكين على المشفى قتلين بينه وبين امي وزوجتي متر داخلكم يسافينكم بس توصلوا لعندي قالوا ليه والله ما نحاول نشتغل قدر شوف ان شاء الله فينا نطلع وصار يحكم بعضين هم موجدين من عندنا متر وصار يشتغلوا رحت على المشفى ما بغى بعرف شي عن الوضع بشكل عام شو صار بقى هونيكي ما بغى بعرف شي واجهو الولادي الى هونيكي الامر ما بنوصيف كألام كتاعة نفسي يعني الوضع انا عنا ايمان برب العالمين بقضاء الله وقدروا نحن مسلمي خوفي الكبير على الولاد امت طلعوا والدتك وزوجتك؟ طلعوهم تاني يوم تقريبا شي ساعة تنتين الظهر طلعوهم تاني يوم تطلعوهم تنتين الظهر يعني الشي اللي صار التهدهم بطريقة كارسية اني انت وفوا فورا كنت عبتسمع صوت واشا انا حتى انا عيططلي بقتل وقالها عيطلني يا امي انا نجوع معكا ما حدردالي نهائيا مسترجط عيدل بقى نظل عيطلي مشان الولاد ميت ولا التروز يعلي ستخاف عليهم انو نختنقوا او يصلين شي قدامي جملني انا في نعملين شي انا كنت عاجز اني اتحرك مسقال زره انا كنت عاجز اني اتحرك مسقال زره كنت مغيد كمية الردم ما فيني اتحرك لحرك لا ايدي لحرك وجهي ما فيني اتحرك نهائيا دعم من برنامج الناس لبعضها الله يباركي انا عزركم اجركم يا رب شو؟ طلعت صح؟ لانو عندك ارادي انا وصف انت؟ رابي شو الوضع؟ قال لي اخوك انو شاطر وانت شو؟ انا شاطر كمام لانت شاطر اكتر مش زواجي يا حبيبي انت سألتك السؤال واحد زاعد واحد شوفتني ها؟ تفضل بدك شي مورة كميحة معلش اخد بوسة شو؟ معلش؟ يا رب يا رب السلام عليكم السلام عليكم مرحبا اهلا استاذ شادي كيفك اخي؟ طمام الحمد لله رب شو صار وين بيتك؟ والله انا بيتي بالعسالي والله الحمد لله رب العالمين ويوم قبل الزلزال بيوم كانت ولادة زوجتي وكننا بالمشفى نحنا طلعنا من المشفى الصباح والله صارت الوقت الهزة فحكينا حكينا قال والله بيتك تعا على الارض والله حطيت جيت عبيت عمي براس العين وبيت اهلي هون بجبلة وطلعت عبيتي والله وطلقيتها للبناء على الارض انت عندك اه مرتك ولدت ولدت قبله بيومين تقريبا المساء الصبح يعني المساء الصبح الثانين صارت الهزة شو اجائك؟ جانب النوتي والله الله يبارك فيك يا رب البناء كله على الارض اي والله نزلت اه حسب حكي الجيران اللي كانوا نازلين هربانين تحت طبعا اه خفزت طقت من تحت ونزلت بالتربية لتحت يعني نامت كلها خفزت لتحت كلها كم بناء هناك تقريبا بالعسال يا نزل؟ في شي عشرة تقريبا عشرة في عندك صف كامل نزلك يعني نزل صف كامل ورا بعض الله يسلمك يا رب مليون هاي مليون يا رسولي دعم البرنامج شكرا للكين وحمد الله على سلامت الله يسلمك وحمد الله على سلامت وحمد الله على سلامت كمان اهلنا بحلب وان شاء الله ازمي بتعدي يا رب والله يحميها الشعب كله مع رأسي الحمد الله على سلامتك كيف صارت الامور؟ صحيا هلا أخي الحمد يا رب العالمي والبقية في حياتك؟ أنا توفيت أختي وبنتي وين بيتكم بالتحدي؟ برمايلي بجبلة بجبلة؟ كنتوا نعيمين كنتوا نعيمين كنتوا نعيمين فقط تحت الأنقاض وبنتي بحضني مائتي وأختي جنبي مائتي هو بنتي بحضني مائتي وأختي جنبي مائتي موسيقى شكرا لكم 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 شكرا لكم